اشتركوا في القناة وزير الداخلية الى الولايات المتحدة منوها الى اهميتها في تطوير العلاقات بين البلدين حيث تم بحث التحديات الامنية في منطقة الخليج والتدخلات الايرانية السافرة في شؤون دولها ودعم ايران الواضح للارهاب وفي هذا السياق اشاد معالي وزير الداخلية بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة منوها الى اهمية العمل على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الارهاب ورفع الجهزية التي تسهم في التصدي له بكفاءة خاصة في ظل استخدام الإرهاب للتكنولوجيا الحديثة وتطرق الجانبان إلى همية العمل المشترك وتبادل الخبرات في مجال التدريب والأمن السبراني بالإضافة إلى إجراء تمارين مشتركة بين خفر السواحل في البلدين وتفعيل مذكرات التفاهم في المجال الجمركي كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في سياق متصل التقى معالي وزير الداخلية والسيد كروستوفر واري مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي والذي رحب بدوره بلقاء معالي وزير الداخلية والوفد المرافق وقد أعرب الجانب الأمريكي عن استعداده لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع مملكة البحرين وتبادل الخبرات في مجال التدريب بما يواقب المستجدات الراهنة والمستقبلية ويسهم في فتح آفاق جديدة من العمل المشترك وزيادة فعالية الأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية وخلال اللقاء وقع معالي وزير الداخلية ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة تتعلق بالتعاون في كافة مجالات إنفاذ القانون وتبادل المعلومات بما يسهم في منع الجريمة والكشف عنها بجانب تبادل التدريب وأفضل الممارسات هذا وقد قام معالي الوزير والوفد المرافق بزيارة إلى المتحف الوطني لإنفاذ القانون والذي يضم مراحل تاريخ الشرطة الأمريكية ويعتمد في طريقة العرض على التقنيات الحديثة وتقديم المعلومات بطريقة تفاعلية وخلال الزيارة تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين وقعها عن وزارة الداخلية العميد محمد بن دينة مدير عامل إدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وعن الجانب الأمريكي السيد لوري شارب داي المدير التنفيذي المؤقت للصندوق الوطني لضباط إنفاذ القانون وتتضمن إقامة شراك بين المتحف الأمريكي ومتحف الشرطة بوزارة الداخلية والذي سيتم بنائه مستقبلاً بحيث يقدم المتحف الأمريكي المساعدة من حيث الخبرة والمشورة في إنشاء متحف الشرطة حضر اللقاءات التي عقدها معالي وزير الداخلية معالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة ومعالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك والوفد المرافق لمعالي الوزير ترجمة نانسي قنقر